حبيبي في الله تعالى وعن رفك محمدا من هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وصلى الله عليه وسلم اختار الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اشرف بيت من بيوت العرب فهو اشرف فروع قريش وهم بن هاشم قريش اشرف قبيلة في العرب وازكاها نسبا واعلاها مكانة روى العباسو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة ثم خلق القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فانا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فانا خيركم بيتا وخيركم نفسا وكعهدكم معي لا اذكر الا حديثا صحيحا لو قلت حديث ضعيف هقولك ان الحديث ضعيف كلام سيدنا النبي في مسد الامام احمد والحديث حسن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير الناس على الاطلاق عشان كده قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد آدم ولا فخر بمعنى لازم تبقى معتقد ان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم افضل مخلوق على الاطلاق يعني سيدك النبي صلى الله عليه وسلم افضل من كل البشر يعني افضل من كل الانبياء اجمالا وتفصيلا افضل من كل مخلوق خلقه الله النبي محمد حبيبك نبيك رسولك قائدك اللي انت من امته هو افضل من كل الانبياء الانبياء افضل البشر وهو افضل الانبياء صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم اشرف نسب واطيب المعادن هكذا الانبياء كلهم ولكنه افضلهم دي عقيد اعتقد كده لازم تعتقد ان سيدك النبي هو افضل الانبياء وخير خلق الله صليت على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ايه ولكن ايه اه ولكن على كرم محتده لم يرزق حظا وافرا من الثراء ما كانش غني صلي عليه صلى الله عليه وسلم زي ما هنعرف دلوقتي في السياق حالنا هو اللي لادي بإذن الله انه ولد يتي وكان عبد المطلب سيد قريش ولكن هذه السيادة انتهت بعبد المطلب جده ما كانش عنده فلوس كتير فكانت قلة ماله مع شرف نسبه سببا في ان يجمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات السياقع